اشتركوا في القناة ان الاجتماع تناول عددا من الموضوعات من بينها متابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية حيث وجه السيد الرئيس بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة بهدف اضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية بالاضافة الى تطوير الشبكة من خلال العمل باحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة باعلى كفاءة واقل فقد كما تطرق الاجتماع في هذا الصياق الى المنظومة المتكاملة من السياسات والاجراءات الجاري اتخاذها لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء ومن بينها مواجهة التعديات والتصدي لظاهرة صرقة الطيار الكهربائي في اطار الدستور والقانون حفاظا على المال العام وحقوق المواطنين ولتحقيق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية